السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليه شهرين وانا قاعدة استخدم الميت 30 طلبتها من الصين نسخة 5G النسخة اللي قدامك هي 828 جيجا بايت رح يقدم لك الباكيج اللي شفناه في الميت 30 برو يعني تقريبا نفس ما هو موجود في الميت 30 برو لكن الهاتف يعني رح يختلف بشكل جذري من ناحية تصميم من ناحية انه بشاشة اعرض وبشاشة مسطحة على ما موجود في الميت 30 برو اضف على ذلك رح تلاقي انه هذا الهاتف لا زال يدعم بجانب الار بلاستر رح يدعم لك ايضا 3.5 مليمتر تمعت المكالمات موجودة في المكان التقليدي عكس ما هو موجود في الميت 30 برو الازرار رح تلقاها موجودة عكس ما هو غير موجود مع الثم ميت 30 برو اتكلم عن ازرار التحكم بمستوى الصوت المسكة مريحة لهاتف من فئة الهواتف اللوحية متجود تصنيع جدا عالية قاعد اتكلم عن طبقة الجهة الجرمية والجهة الخلفية ومزود بال اي بي 53 مقاوم الرشاة الماب هو اقل ما هو موجود في الميت 30 برو ولي قدم لك ال اي بي 68 الهاتف يعني كتصميم كجود تصنيع اشوفه صراحة مميز جميل والاشخاص اللي ما يحبون انحناء الشاشة اختفاء الازرار هذا قد يكون خيار الامثل اضف على ذلك انه رح تلاحظ من الهاتف رح يقدم لك نظام القطرة اللي هو عبارة عن كاميرتين كاميرا مامية وكاميرا في مسألة العمق اللي الفيس اللاك 3D واللي رح يكون اكثر امانة مقارنة بعد من الهاتف اللي تعتمد على السوفتوير البصمة موجودة على نفس شاشة هذا الهاتف اللي تقدم اداء بالفعل ممتاز ما عندي اي ملاحظات فيها اما فيما يخص بالشاشة فهي 6.2 60 انش اومليد او اولي دي وهذه الشاشة الثميني بي بلوس بكثافة بيكسلات ثلاثمية وتساثمين بيكسل لكل انش وهذه الشاشة تدعم لك الهاتش دي ار 10 والدي سي اي بي 3 زي ما شفنا في شاشة الخاصة بالمي 30 برو الشاشة ممتازة جدا جدا ممتازة ما اقصد فقط من ناحية الالوان ودرجات التباين وعمق الناسود بل ايضا في مسألة الاضاءة ومستوى قوة الاضاءة لاستخدامها في مكان في اضاءة عالية او تحت شاية الشمس ما رح تخيب املك نهائيا الصوت يعتبر صوت عالي يعني للامانة الصوت بالفعل صافي فوق 80 بالمية فما عندي اي ملاحظات وشيء الجميل زي ما ذكرت في التصميم وجود التصنيع انه فيه 3.5 ملي متر فبمكانك الاستفادة منها ايضا بجانب البلوتوث 5.1 اما فيما خص بالاداب هو نفس الاداء الخاص بالمي 30 برو كانت 990 اداء خارق ومتاز مع البلوتوث 5.1 مع الواي فاي اي سي مع جي بي اس ثنائي مع الانف سي مع اليوسبي تايب سي واللي بمكانك استخدمه كباوربانك لشحن اجهزة اخرى لهاتف كالمي 30 لكن هذا برضو راح يضيف لك 5 جي لان النسخة هذي اللي طلبتها هي 5 جي فلاداء بشكل عام ممتاز لكن زي ماذا كان في الميت 30 برو راح نذكره مع الميت 30 نعم نزود بالاموشن يو اي والاندرويد رقم عشرة فلذلك هذا هاتف من الصين ما في اي خدمات من خدمات جوجل ولا اي شيء له علاقة بجوجل فرح تنحرم من هذا الشيء بعد تدفقات ما راح تدام راح تكون بنفس المفهوم اللي راح تسويه او اللي سويته مع الميت 30 برو من هنا تقدر تنطلق وتستخدم خدمات جوجل لذلك ابغى اوضح نقطة انه هذا او هذه الطريقة سواء في الميت 30 برو او هذا الهاتف محمول اه غير رسمية فانتبه لهذه النقطة انت اللي بتتحمل هذه المسؤولية لكن بشكل عام زي ما ذكرنا في الميت 30 برو راح نذكره او ذكرناه لكم في الميت 30 فيما يخص بالكاميرات ففي اختلاف فيه اختلاف واضح الكاميرا السيطية تقريبا نفس ما هو موجود في الميت 30 برو اربعين ميجابيكس لفتح العدسة 1.6 لكن هنا راح تلاحظ انه ما فيه مثبت بصري هو نعم بمستشعر الري بي لكن ما فيه مثبت بصري عكس ما هو موجود في الميت 30 برو الكاميرا الثانية هي 16 ميجابيكسل وفتح العدسة هذه 1.8 مهيب من نفس الكاميرا الموجودة في الميت 30 برو اللي تقدم لك الالترا وايب بدقة 40 ميجابيكسل لكن فتح العدسة 1.8 رجي جي بي والكاميرا الثانية فيما يخص بالتقريب واللي يدعم لك تقريب الى 3 مرات من التقريب البصري وتقريب الهجيني الى 5 مرات او التقريب الرقمي الى 30 مرة 8 ميجابيكسل مع مثبت بصري اشوفه ممتاز مع فتح العدسة 2.2 وعندك الكاميرا الرابعة لا ما فيه كاميرا رابعة مثل ما هو موجود في الميت 30 برو لانه الكاميرا الرابعة اللي هي كانت موجودة في الميت 30 برو كان فيها تي او اف هنا ما فيه ولكن تم استبدالها بتقنية الليزر للفوكس اللي هو تقنية لسرعة عالية جدا من ناحية التركيز التلقائي وهذا الامر غير موجود مع الميت 30 برو طبعا كاميرا مية 24 ميجابيكسل نشوف هنا فيه اختلاف مع المسألة العمق للتي او اف موجود معا وهذا يفيدك زي ما ذكرنا في مسألة الفيسال لاك وزي ما ذكرنا في مسألة انه تفاصيل اعلى واحترافية اكبر في مسألة البورتريت فكيف كان العذاب بجانب انه راح يقدم لك السوبر ماكرو ومثبت البطر ومثبت الرقمي والاي اي اي والايزو والنايت مود اقدر اقول نتائج الصور اشوفها ممتازة جدا جدا ممتازة اقل مما هو موجود في الميت 30 برو لكن جدا مرضي يعني مقارنة تنبيه السعر جدا خاصة في النهار والتصوير الليلي ما راح يقدم للالترا وايد الخارق الموجود في الميت 30 برو لكن جيد جدا الى جيد مناسب في مسألة انه صور لكن مهم اكثر في مسألة الفيديوهات واتكلم عن مسألة الالترا وايد يدعم 4K الى 60 اطار بثانية بدون اي مشاكل فاخذ راحتك فيما يخص البطارية فهنا نشوف نلاحظ انه في فرق ايضا في مسألة من 4500 ميلي امبير الى 4200 ميلي امبير لكن اذا عملك كل التقنية من ناحية الشحن السري 40 واط الشحن اللاسلكي 27 واط والشحن العكسي ايضا مدعو مع هذا الهاتف محمول البطارية ايضا تعتبر جدا جدا ممتازة فوق السبع ساعات الى السبع ساعات ونصف ما بين التخدام العادي الى المستخدام المتوسط الان فكرة انه عدم احضار هذا الهاتف الى السوق السعودي هل تعتبرها فكرة جيدة او لا لان يشوف والله خيار ممتاز الى اشخاص اللي ما يقدروا يصرون الى السعر الميت 30 برو يعتبر خيار كويس بما انه الميت 30 برو فيه الى 5G فناس ممكن تاخذوا الميت 30 بامكانية جدا جدا ممتازة من ناحية الفلاكشب لكن ما يبغى لكن إذا ما تبغى أو تبغى هاتف في خدمات جوجل لا تأخذه هذا اللي أقدر أقول لك شاركنا برايك في خانة التعليقات أعطني رأيك وشارك في هذا الجوال إذا عجبك في فيديو ضغط على زر لايك اشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه وإذا ما عجبك ضغط على زر ديس لايك شوفكم خير إن شاء الله مع السلامة